اشتركوا في القناة البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت ايديهما او اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى اناملة وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة بمكانها قال ابو هريرة فانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان من حديد من لدن يديهما الى تراقيهما فاذا ارد المنفق ان ينفق اتسعت عليه الدرع او مرت حتى تجن بنانه وتعفو اثره فاذا ارد البخيل ان ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى اذا اخذت بترقوته او برقبته يقول ابو هريرة اشهد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع ولا تتسع قال الجنة كل ما وقى الانسان ويضاف الى ما يكون معه او منه التراقي جمع ترقوة وضمها لحن يعني نقول ترقوة خطأ وهو العظم الذي يكون بين ثغرة نحر الانسان وعاتقه قلصت اي انجمعت وتشمرت وهو ضد استرخت وانبسطت والجيب هو الخرق الذي يخرج الانسان منه رأسه في الثوب ونحوه في هذا الحديث يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لنا فيه مثل البخيل او صورة وحالة البخيل والانسان المتصدق بصورة رجل او رجلين كل منهما عليه درع من الحديث فالانسان اذا اراد ان يتصدق وكان كريما فان نفسه تطاوعه على ذلك ويدفعه الايمان الذي في قلبه الى النفقة والتصدق على الفقراء والمساكين ونحو ذلك بخلاف الانسان البخيل كلما هم بذلك فانه يتراجع ويتكاسل ولا يكاد يفعل يقول الامام الخطاب رحمه الله في شرح الحديث هذا مثل ضربه الله تعالى للجواد والبخيل ويقصد ضربه الله تعالى لان السنة وحي فهذا وحي اوحاه الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شبههما برجلين اراد كل واحد منهما ان يلبس درعا يستجن بها والدرع اول ما يلبس انما يقع على موضع الصدر والثديين الى ان يسلك لابسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على اسفل بدنه ويستمر سفلا يعني في النزول للاسفل فجعل صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا سابغة فترسلت او فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان ما بين يداه مغلولة ما بين دون صدره فاذا اراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين ان تمر سفلا على البدن واجتمعت في عنقه فلازمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه والله اعلم يقول وسيعيد المؤلف الحديث بعد ستة ابواب مشروحا بنحو هذا الانسان حينما يريد ان يلبس الدرع فانما ينزلها من الاعلى ثم يدخل يديه بعد ذلك في الدرع تقيه ضربات الاعداء في المعارك فاذا كانت ضيقة فاذا وضعها وحاول ادخال يديه فيه فانها يعني لا تستره ولا يستطيع ان يدخل يديه فيها كالثوب الضيق يعني انسان يريد ان يلبس ثوبا وكان ضيقا يوم اول ما يدخل الثوب من الرأس يحاول يدخل ايديه يمين وشمال ما تدخلش ايديه تفضل عندي رأب تكت ولا هو سطر نفسه ولا هو فك ايديه كذلك الانسان البخيل الايمان الذي في قلب الانسان الكريم يدفعه ويحثه على فعل الخير والمعروف والعكس في الانسان البخيل فالحرص والشح الذي طبع عليه وجبل عليه وتربى عليه يمنعه من ان يفعل ذلك قال ضرب رسول الله صلى الله عليه مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد جنتان كما قال الجنة كل ما وقاء الانسان يقال جنة لانها تستر المقاتل كما في الحديث الصوم جنة الصوم جنة لانه يحمي الانسان من الشهوات ويقيه شرها وكذلك يقيه شر النار لان النار حفت بالشهوات جنتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما او اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق يعني هذه الجنة جعلت اليد عند الترقوة ما هوش عارف يحرك ايده فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه انبسطت لي الجنة حتى تغشى انامله لما يتصدق هذه الجنة التي يلبسها تغطي الانامل اي الاصابع وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة بمكانها العكس يجي البخيل يطلع الصدقة الجنة اللي هي عليه تقل وترتفع فتجعله يمسك ولا يخرج الصدقة قال ابو هريرة فانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتسع الجيب اللي هو الفتحة التي في اعلى الثوب ده اسمه الجيب مش اللي ايه اللي احنا بنحط ايدنا فيه مش اللي في الجنب الجيب ادخل يدك في ايه في جيبك اللي هو فتحة الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع صابعه يوسع كده الثوب ولا يتسع بيشبه ذلك يشبه الدرع الذي يلبسه الانسان بالثوب الذي يلبسه مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان من حديد من لدن يديهما الى تراقيهما يعني هو لابس الدرع ده من اول ايده لحد الترقوة الترقوة اللي هي العظم دي لو قال عندك في الشرح العظم الذي يكون بين ثغرة نحر الانسان وعاتقه اللي هما العظمتين دول اسمها الترقوة اللي الآن يبتون كلا اذا بلغت الايه التراقي اذا وصلت الروح الى هذا المكان فاذا ارد المنفق ان ينفقت تسعت عليه الدرع او مرت حتى تجن بنانة يعني تغطي وتستر واذا ارد البخيل ان ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى اذا اخذت بترقوته او برقبته يقول ابو هريرة اشهد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع ولا تتسع في هذا الحديث بروايته فوائد اولها في قول ابو هريرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق فيه ضرب الامثال لتقريب المعنى للأفهام ضرب الامثال لتقريب المعنى للأفهام وهذه طريقة نبوية كثيرا ما يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب المعنى للامة فيضرب الامثال حتى نفهم وحتى نعي وفيه ذم البخلي وضرره على صاحبه في الدنيا والآخرة ذم البخل وضرره على صاحبه في الدنيا والآخرة بعض الناس ربما بخل بما واجب عليه فلا ينفق مثلا على زوجه وولده وهذا آثم لتقصيره في الحق الذي يوجب عليه وبعضهم يبخل بالزكاة الواجب عليه لا يخرجها هذا أيضا آثم وبعض الناس ربما يبخل بما هو ودون ذلك ببعض الحقوق الأخرى أو الأمور الأخرى التي ربما لا تكون واجبة عليه لكن لا ينفق ولا يبادر إلى الخير فالبخل ضرر وخطر على الإنسان في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قتل في حين أن الكرم والجود خير للإنسان في الدنيا والآخرة والكرم والجود لا ينقص نفقة الإنسان ولا مال الإنسان بل يبارك الله عز وجل بسببه في المال وأيضا من الفوائد على العبد أن يجاهد نفسه على طاعة الله كي لا يحرم من الخير على العبد أن يجاهد نفسه في طاعة الله يعني ما تقولش أسلانة ربّت كده كما يفعل بعض الناس مثلا أسلانة من المحافظة الفلانية ومعروفين مشهورين مثلا بالبخل بالإمساك يعني والتقطير يقول لك أسلحنا كده لا بل على الإنسان أن يجاهد نفسه كما في الحديث الخير عاد الخير عاد كما صحها الحديثة وحسنه الألباني رحمه الله الخير عاد يعني بحسب ما إيه يعود الإنسان عليه نفسه وإلا فأكثر الناس ربما تعود على الشر وعادات ضر به الذي يدخن مثلا أنا أقول لك أنا أبعي لك خمسين سنة ثلاثين سنة بدخل أبطلها إزاي لا هذا ليس بعذر لك الكفار قالوا إن وجدنا آباءنا على أم فهذا ليس بعذر له بل على الإنسان أن يجاهد نفسه لفعل الخير وترك الشر جاهد نفسك واستعن بالله هل لجأت إلى الله وتركك ولم يعينك سبحانه وتعالى أصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستعن بالله وقد أعانك وخذ بالأسباب والله عز وجل يعينك فلو كان الإنسان بخيلا فعليه أن يجاهد نفسه ويدرب نفسه على الكرم والجود والإنفاق أيضا فيه أثر التربية السيئة في حرمان العبد من الخير البخل كمثل يعني التربية على البخل كما يفعل بعض الناس يربي أولادهم منذ الصغر على البخل والتقطير هثروا التربية السيئة في حرمان العبد من الخير ولننظر هنا في فعل أبي هريرة حينما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه قوله يقول بأصبعيه أو قال بيده كذا المقصود الفعل يعني هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم حط صوابعه في فتحة القميص يوسعها فالصحابة نقلوا كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي عملوا قدامه الصورة اللي شافوها نقلوها فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم ودورهم في نقل السنة إلى الأمة وفي قوله سبغت عليه في حال الإنسان الجواد الكريم حينما ينفق فبين أن الدرع تكون سابغ عليه فهذا فيه أثر الصدقة في زيادة المال والبركة فيه أثر الصدقة في زيادة المال والبركة فيه نقل أو ذكر المام المنذيري رحمه الله الحديث أيضا في كتاب الصدقات في الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين الحديث الذي ذكرناه قال معنى الحديث أن المنفق كلما أنفق طالت عليه وسبغت إيه اللي طالت الجب أو الجن الواتي التي يلبسها حتى تسطر بنان رجليه ويديه أصابع أطرافها والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع شبه صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى ورزقه بالجنة أو بالجبة فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت تمركزين فالإنسان الجواد كلما ينفق النعم تزيد الله عز وجل يبارك له ويزيد له في الخير حتى تسطره سطرا كاملا شاملا والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص زي ما قلت لك الإنسان الكريم يدفعه الإيمان الذي في قلبه واليقين فيما عند الله كي يتصدق بخلاف الإنسان البخيل يجي ينفق الأولاد طب المدارس طيب البيت طب مش ممكن الغسلة يحصل لها حاجة هتجيب منين طيب وتلاقي مئة علة وعلة تمنعه من الايه من التصدق البخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص فهو يمنعه يقول بطلب أو يطلب أن يزيد ما عنده يعني يطلب أن يزيد ما عنده وعايز مش عايز يتصدق عشان الفلوس تزيد وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم سترة يعني ما يقصد ويريد قال والله سبحانه وتعالى أعلم كده الشرح ده يعني أوضح مما ذكر أو نقل عن الإمام الخطابي فيما ذكرناه النسخة بتاعت الشيخ الألباني الشرح ده في حديث رقم 905 في كتاب الصداقات برضو الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير اللي هو الفصل رقم 15 لو عايز تنقل نفس الشرح على الحديث قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وهو أي يعني وهو لا يعلم يعني هو ناوى أنه يتصدق بصدقة وخرج فعلا بالصدقة بتاعته فحطها في إيد واحد من غير ما يعرف طلع الواحد ده إيه سارق حرامي فأصبحوا يتحدثون أصبح الناس يتحدثون أصبحوا ده دليل على إيه أنه كان يتحرى فعلها بالليل يستر نفسه حتى لا يعرف ولا يرى بخلاف من يريد أن يعرف الناس كلهم بأنه فعل يعني يتخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق طبعا الحرامي لما خد الصدقة خطب لك ونشر بين صحابه أو بين الناس فالناس عرفت فالخبر اتنقل فالرجل الغني ذا عرف أن الصدقة بتاعته راحت فين في غير محلة كأنه يرى ذلك يعني فقال اللهم لك الحمد على سارق يعني ما تجيش إلا على الحرامي ثم عزم ونوى على التصدق مرة أخرى فقال لأتصدقن بصدقة كأنه رأى أن صدقته الأولى لم تقبل فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة هيعملها تلت مر فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي فقيل له كأنه ملكي أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله رأى البخاري واللفظ له ومسلم والنساء وقال فيه فأتي فقيل له أما صدقتك الزيادة هنا فقد تقبلت وذي زيادة مهمة جد أما صدقتك فقد تقبلت هنا في الحديث يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة عن رجل من الأمم السابقة في شرع من قبلنا وأن هذا الرجل خرج ليتصدق بصدقة وأراد أن يتحرى من هو أهل لهذه الصدقة وكان يستخفي بصدقته لأن الصدقة خفية تطفئ الخطيئة أو تطفئ غضب الرب كما في الحديث الآخر وهي أدعى للإخلاص وأعوى للإنسان على الإخلاص وليس يعني ذلك أن الصدقة على نية غير مقبولة أو غير صحيح بل هي بحسب نية الإنسان وربما يستعلن بالصدقة ليحث غيره على الخير كالصحابي الذي أتى بصرة عجزت يداه عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بعد الناس لما شفوه عمل كده عمله زيه فمن الشرط الإنسان اللي هو يجاهر بالصدقة اللي أنت تتهمه بالرياء يقول لك بص بيعمل عشان الناس وما يدريك النية محلها القلب ولا يعرف ما في القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى فاحذر أن تتهم الناس في نواياهم هل لا شققت عن قلبه فهذا رجل يتحرى أهلاء الخير ومن يستحق الصدقة بصدقته ومع ذلك أخطأ فالليلة الأولى وقعت الصدقة في يد سارق والثانية في يد زانية والثالثة في يد غني فبين له أو بين له يعني أعلم أن الصدقة تقبلت أما صدقتك فقد تقبلت لماذا تقبلت النية والتحري هو أراد بها وجه الله وتحرى المستحقين له وليس كما يفعل بعض الناس كأن الصدقة حمل يريد أن يلقيه ليس مشكلة دي لأي حد لا بل يتحرى أهل الصلاح والخير والذين يستحقون الصدقة فعلا يقول لك سلوة لح علي ماشي لو أعطيته لا شيء عليك إن شاء الله حفظا لوجاهاتك ومكانتك وأن لا يذمك مثلا عند الناس كما سبق ذلك معا لكن عليه أن يتحرى خصوصا في الصدقة الواجبة لي الزكاة لأنه لو وقعت في غير أو في يد غير مستحقيها واجبت عليه الإعادة يعني واحد معا زكاة معايا ها محمود يبني واحد معا زكاة فطلعت أشان يأسمها ويوزعها فعطاها الواحد عرف بعد كده الواحد ده غني أو متسول ليس من أهل الزكاة إذن عليه أن يعيدها مرة أخر عليه الإعادة طب عليه الإعادة حتى لو تحر حتى لو تحر لأن الزكاة مال الفقير عندك وهو أمانة لو كان الإنسان عندك أمانة فأنت أرسلتها مع آخر إليه فلم يوصلها هتعمل إيه واحد لي عندك ألف جنيه فبعدته له مع واحد قلت له أنا بعدت لك الفلوس مع فلندا سرق الفلوس صاحب المال إيه مالوش دعم صاحب المال ليه اللي أنت ترجع له ماله الفقير ليه عندك مال اللي هو الزكاة لو أنت غني إبقى ليه حق في مالك أنت بقى تحرط ووقعت غلط زي اللي واحد باعد فلوس لواحد وما وصلتش زي الحديث الرجل الذي استسلف ألف دينار فأراد أن يصل إلى صاحب المال في مركب فلم يجد فأتى بخشبة ونقرها ووضع فيها المال ومسمر عليه وزججها يعني وألقاها في البحر ثم استأجر مركبا آخر وآتى الرجل ليدفع له المال طب هو حطه في الخشبة ورمها في البحر وفعلا الرجل صاحب المال وجد الخشبة وأخذها ووجد المال وكان قد كتب له رسالة أنه بحث عن مركب ليركب فلم يجد فأرسل له هذا المال في هذه الخشبة صاحبنا أخذ الخشبة عشان يستدفئ بها يولعها فنشر الخشبة وكسرها لقى فيها الرسالة ولقى الفلوس صاحب المال لم يعتبر بذلك وإنما أتى في مركب آخر وأراد أن يدفع له المال فقال له هل أرسلت شيئا لنراجل أمين مش نام على الآلف اللي وصلت في الخشبة هل كنت قد أرسلت شيئا قال قلت لك هذا أول مركب يعني أول سفينة دي ألاقيه مع أنه فعلا بعد فقال قد أدى الله عنك وبين له أنه وجد الخشبة ووجد فيها الألف دينار طيب لو ما صليتش أو هو بعتها مع واحد والإنسان دا سرقها وأخذها فعليه أن يعيد السداد مرة أخرى طيب هذا بالنسبة للزكاة الواجبة لكن الصدقة لو إنسان أعطى الصدقة لإنسان وبان له أنه لا يستحق وإنسان متسول خلاص لك الأجر والإثم على مين على الآخذ الإثم على الآخذ والدليل حديث أما صدقتك فقد تقبلت طيب قد يقول قال طيب هذا الحديث ألا يصلح دليلا في الزكاة الواجبة أنها تقبل حتى لو وقعت في يدي من لا يستحقها ينفع أن نستدل بالحديث دا أولا هو في شرع من قبلنا ثانيا هذا في الصدقة المستحبة وليس في الزكاة الواجبة لأن الزكاة الواجبة لا تكرر لأن الزكاة الواجبة لا تكرر إنما يخرجها مرة واحد في الحديث فوائد أولها الحرص على إخفاء الأعمال وأنه أعوان أعوان على الإخلاص إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهو إيه؟ خير لكم فالأفضل الإخفاء وإخراج الصدقة في السر إلا لو كانت هناك مصلحة من من الإعلان بالصدقة إلا لو كانت هناك مصلحة من الإعلان بالصدقة مصلحة مثل حث الناس على التصدق أو تنبيه البخلاء أو الأغنياء إن بعض الناس مثلا بيطلع مثلا زكاته مليون جنيه في السنة ده مش كتير فيه ناس أغنية فعلا ربنا يبارك فالزكاة بتاعته لها 2.5% بتطلع كام؟ مثلا مليون ففيه بعض الناس اللي هما أقل منه في الثروة مثلا لو زكاته طلعت 100 ألف يبقى حيموت يقول لك أطلع 100 ألف ده إيه؟ أنا بألاقي الفلوس بالسهل في يوم الغني ده اللي بيطلع المليون لما يقدامه ويطلع كده ويوصل للزكاة الفقراء يقعد مثلا يتكلموا مع بعضنا جبت محاسب وبيحسب لي الزكاة فطلعت مليون إلا مش عارف كم ألف وكده فممكن ده يبقى دافع لأنه يخرج ما لديه من الصدقات يبقى مثال قدامه عملي ما هو رجل هو أغنى مني وربنا موسع عليه وبيطلع أكتر مني وما تفقرش برض فممكن يبقى فيه مصلحة من الجهر بالصدقة ونحو ذلك الثانية قبول الصدقة حتى لو وقعت في يدي غير مستحقيها قبول الصدقة أما صدقتك فقدت قبلت وإن وقعت في يدي غير مستحقي أو من لا يستحقها والإنسان عليه أن يتحر عليه أن يتحر طيب سؤال الزانية لماذا تمد يدها المرأة الزانية لماذا مدت يدها الحاجة الحاجة فالحاجة قد تدفع بعض الناس إلى الانحراف قد تدفع الحاجة بعض الناس إلى الانحراف لذلك على الحاكم أو الإمام والأغنياء كذلك سد حاجات الناس لحفظهم من الانحراف كالسرقة والزنا ممكن بعض الشباب فعلا تيجي تكلموا بيشتغل ليه بيتجر مخدرات يقولك نعمل عم الشيخ مش لقين شغل ونيجي نعمل شغل الحكومة مش عارف بتطريدنا والحكومة مش عارف وهو على دماغ اللازم يعني يخالف عشان يكسب لو مثلا الإزالة والغير وجدت تقول له ما توقفش مخالبة وكده يبقى كده الحكومة بتحربه هو لا يا كده أشتغل بقى في المخاض لا أبواب الخير كتير وأبواب الرزق كتير جدا وبالحلال وبدون ما تبقى فيها تديق الشوارع مثلا على الناس أو غير ذلك أو أذية الناس وهذا ليس مبررا لك لتعمل في الحرام أو تتجر في الحرام لكنها في الحقيقة فعلا بخل الأغنياء بالصدقات أو الزكوات من أسباب انحراف الناس خصوصا الفقراء يبقى إنسان فقير والغني لم يخرج الزكاة فمش لاقي ما فيش قدامه أي باب فيسرق أو ربما تنحرف بعض النساء وتزني والعيز بالله بسبب بخل أصحاب الأموال بالصدقات والزكوات التي لازمتهم فالحاجة قد تدفع بعض الناس فعلا إلى الانحراف وإلى المعصية أيضا من الفوائد الزكاة من أسباب تماسك المجتمع وصلاحه الزكاة من أسباب تماسك المجتمع وصلاحه ليه لأن الفقير لا يحقد على الغني لما يعرف أن الأغنية بيطلعوا الزكاة بتاعتهم حيقول ربنا يبركله لكن ما يعرف أنهما بخل ويطلعوش ربنا يولع فيه حيدي عليه يبقى ينتشر الحقد والحسد والغل بين أفراد المجتمع لكن كل إنسان يؤدي ما عليه من الحقوق هذا من أسباب تماسك المجتمع وصلاحه بلا شك وفيه أيضا جواز الحديث عن من قبلنا جواز الحديث عن من قبلنا وفيه فائدة أخرى صدق النية من أسباب القبول صدق النية من أسباب القبول هذا الرجل الغني صدق الله عز وجل بل رأيناه يتحر بصدقته المستحقين بل كذلك يحاول أن يتخفى بالصدقة لا يخرجها على الملأ فهذه النية الصدقة من أسباب القبول قيل له أما صدقتك فقد تقبلت فقد تقبلت قبلها الله عز وجل لصدقك في نياتك وحرصك على الخير وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله هذا ما أشرنا إليه منذ قليل أن الإعلان أو الاستعلان والجهر بالصدقة من أسباب حث البخلاء والممسكين على إخراج زكواتهم وصدقاتهم الحديث الأخير به نختم عن عقب بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قال قال يزيد فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فيه صحيح يهمى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفي رواية لابن خزيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن أبي عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد يروح يعني يذهب وما رأيته داخلا المسجد قط إلا في كمه صدق إما فلوس وإما خبز وإما قمح قال حتى ربما رأيت البصل يحمله فأقول يا أبا الخير دي الكنية بتعط إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ظل المؤمن يوم القيامة صدقته انظروا لفعل السلف وحرصهم على الخير ولو بالقليل هذا رجل رحمه الله وهو من التابعين قد سمع حديثا من بعض الصحابة سمع أو نقل له هذا الحديث عن بعض الصحابة كل مرين في ظل صدقاتي حتى يقضى بين الناس يسمع ويطبق كان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء يعني لا يخطئه يوم يعني لا يمر عليه يوم بغير صدق ولو كعكة أو بصل يعني وشوف الحاجات كثير من الناس ربما يخزنها في البيت ويزعم الفقر أو يدعي الفقر وأنه مقل وليس لديه ما يتصدق به ما فيش بيت ما فيش بصل تقريب أو غير ذلك من الأمور اليسيرة رغيف خبز مثلا فهذا الرجل كان كل يوم يحرس على الصدق شوف القصة يقول كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد هذا فيه أفضلية التبكير إلى المسجد وقد ذكرنا في صلاة الفقر أن أول من يروح إلى المسجد يرافقه ملك برايته حتى يعود ويعود معه الملك ويدخله بيته فالتبكير إلى الصلاة والتبكير إلى المساجد هكذا كانوا يسمعون ويطبقون يبقى أول واحد على باب المسجد في صلاة الفقر مثلا وما رأيته داخلا المسجد قط إلا في كمه صدقة وده محمول هو بيقول كان أول أهل مصر مش أهل مصر اللي هم مصر كلها لا يقصد هو من مصر فالمكان اللي هو كان فيه كان يبكر فكان يسبق كل من معه في البلد أو في القرية في المسجد وهذا يعرف ويعلم بسهولة قديما لأن المساجد لم تكن بهذه الكثرة التي في أيامين كان مثلا القرية يبقى لها جامع واحد بس وده موجود في بعض القرى إلى الآن جامع القرية ما فيش في القرية غيره عشان كده لفلان ما بيجيش يبقى لما بيصليش خدتبالك لكن دلوقت ما يمكن يكون صلى في الجامع ده أو في الجامع التاني أو في والشارع الواحد فيه أربع مساجد وهذا مخالف بلا شك مش أي واحد عايز يعمل لا أنت كده بتفرق الناس الناس تتجمع وخصوصا في أفصالات الجمعة ده يعمل الجمعة وده جمعة وده جمعة والمكرفونات أخذ بالك في بعضها أنتش فهم حاجة ولا سامح حاجة خلافنا ما يبقى جامع لأن المساجد تبنى في الأماكن التي تحتاج إليها ويحتاج إليها بيبقى جامع واحد ويجمع الناس أفضل من تفريق الناس بهذه الصور فهو يقولك أول أهل مصر يروح إلى المسجد إزاي ما هو مسجد فهو بيعرفين مين اللي جي النهاردة ومين اللي مجاش ومين اللي بيجي بادر ومين بيجي متأخر خذت بالك وفي نفس الوقت يقولك ما رأيته داخلا المسجد قط إلا في كمه صدقة كان فيه نظام أكمام الطويلة زي الصعيدة فالكم الطويل كانوا يستعملوا في حاجات كتير يحط فيه الكتاب الورق اللي بيحضر فيه الدرس خذت بالك فزيها نفس الموضوع ده مع حاجة مثلا جايبها فشيلها في الكم مثلا وقافل عليها بيفتح الكم ويتصدق به إما فلوس وإما خبز وإما قمح وربما رأاه يحمل البصل فيقول له هذا ينتن ثيابك حيخليها فيها ريح فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيء أن أتصدق به غيره تخيل كده معي الموقف واحد ما فيش في بيته إلا بصل ورغم كده بيتصدق يعني ما فيش رز مثلا شايله للسنة كلها مخزنه ما فيش التلاجة مش عارف وبصل وإيه واخد بصل وطلع يتصدق به شكده وطلعك ولو خمس قرش في اليوم صدقة برغيف ما فيش حد ما فيه ما يعرفش يتصدق برغيف بس ابدأ أنت درب نفسك كل يوم صادقة اتدرب على المعنى ده وده لي أثر كبير جدا في زيادة الإمام بلا شك طب إيه السبب اللي خليه يعمل كده قال لم أجد في البيت شيء أن أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني رجل وجهالة الصحابي لا تذر هذا تابعي لأنه سمع من الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته إذن الصدقة تكون لك يوم القيامة ظلا أنت عارف يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل طب أنت ما تتحملش الشمس لما يبقى الدنيا حر الحرارة وصلت حاجة واربعين أو مثلا في بلاد توصل خمسين ولا ما فيش هتبقى لك ما تتحملش ممكن إنسان يموت طب حرارة الشمس يوم القيامة هتاخد معك شمسية ما فيش هي الشمسية هي الصدق الصدقات التي تتصدق بها دي هتبقى لك يوم القيامة ظل يكون الإنسان فيه يوم القيامة في الحديث فوائد الأعمال تكون لها أجسام يوم القيام الأعمال تكون لها أجسام يوم القيام وده ورد في أكتر من حديث يعني العمل إنت مثلا تصدقت العمل ده يكون يوم القيامة ظل مثلا القرآن يوم القيامة البقرة وآل عمران تكونان أو تصبحان كإيه فرقان من طير صواف فرقان يعني صفي من طير صواف يعني فرد جنحت تحاجان عن صاحبهم عشان كده النبي وصنا بحفظ البقرة وقال عمراء يعني لو مش هتاخد من القرآن إلا الاتنين دول يعني دول شفاء عليك يوم القيام عشان كده احنا بنذكر الناس المقرأة يوم الحد بعد المغرب ما تكسلش تعالى ولا هتحفظ آية في الأسبوع آيتين خمس آيات كل حد بعد المغرب هنا في المسجد إن شاء الله واتقول ليش ما معرف شقرأ تعالى برضو حنقريك كل حد بعد صلاة المغرب فالقراءة وليس كلام الله لأن كلام الله غير مخلوق اللي حيكون طير ده الإراية اللي انت قرأتها الحفظ بتاعك وكذلك الأعمال توزن الأعمال توزن يوم القيامة يبقى يبقى لها جسم كما أن العباد ربما وزنوا أيضا يؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوض لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من إيه من جبل أحد وذلك بسبب الإيمان يبقى الأعمال تكون لها أجسام يوم القيامة توزن يعني أيضا في الحديث فضيلة أخرى للصدقة وأنها تظل صاحبها يوم القيام ولو تفتكر ولتلك اللي عايز يعمل درس أو خطبة عن فضل الصدقة جمع بقى العناصر دي إن الصدقة تكون كذا تكون وهكذا حتى يعني ترغب الناس فيها الصدقة تكون ظلا لصاحبها يوم القيام أيضا فيه إثبات المعاد والجزاء إثبات المعاد والجزاء وفيه مبادرة السلف للعمل بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم السلف لما كانوا يرووا حديث كانوا يطبقوا على طول العلم يهتف بالعمل وفيه الحرص على الصدقة ولو بالقليل تعويد النفس على الخير ولو كان قليلا تعويد النفس على الخير ولو كان قليلا ما تكسلش وفيه فضيلة التبكير إلى المسجد من فعل هذا التابعي وفي الحديث إن الملك لا يغضو برايته مع أول من يغضو إلى المسجد أو الواحد فلا يزال بها معه حتى ينقلب إلى بيته فيدخل بها معه فلا يزال بها معه حتى ينقلب إلى بيته فيدخل بها معه طيب آخر فائدة كل مرين في ظل صدقاته هل يوجد ظل يوم القيامة غير ظل العرش مع أن الحديث يوم لا ظل إلا ظله كيف نجمع بين الحديثين أيها أعرفين بس الحديث قال فيه يوم لا ظل إلا ظله لا ظل إبنا فيه والحديث ده فيه كل مرين في ظل صدقاته لا تعارض بين الحديثين لأن المقصود الظل الذي أذن الله بوجوده يوم لا ظل إلا ظله ظله ظل العرش ويدخل فيه كذلك الظل الذي أذن الله بوجوده كظل الصدق الظل الذي أذن الله بوجوده كظل الصدقة كما في هذا الحديث لأن الله عز وجل أذن بذلك وبين النبي صلى الله أن بعض الناس يكون في ظل صدقته يوم القيامة وهذا بلا شك يحثنا على الاجتهاد في الصدق وإلا قد يموت الإنسان ويحرم نفسه من هذا الخير لذلك أن أعنصح نفسي وإخواني بالصدقة اليومية أن يعمل لنفسك كذا ورد يوم صدق كل يوم ولو ربع جنيه أو خمسين إرش أو جنيه أو أكثر وداوم عليها واستحضر أن هذا سيجتمع لك يوم القيامة ويكون ظلا تكون فيه يوم القيامة بإذن الله نصر الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا أقول قول هذا وأستغفر الله ليونك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر